اشتركوا في القناة في هذا اللقاء يا اصدقائي رح نبدأ مع حضراتكم بتعريف وما هو الموقع الكتروني وما هي انواعه وفوائده واهميته وما هو نظام ادارة المحتوى content management system ومن ثم ما هي افضل منصة لادارة المحتوى فلنبدأ مع حضراتكم على بركة الله يشكل الموقع الكتروني جزءا اساسيا من التواجد الرقامي الحديث حيث اصبح لدينا القدرة على الوصول الى المعلومات وتفاعل عبر الانترنت بشكل اسرع واسهل يعتبر الموقع الكتروني واجهة رقمية للعديد من المؤسسات والافراد حيث يمثل وجودهم عن الانترنت وسيلة فعالة للتواصل والتفاعل مع العالم الرقمي انواع المواقع الالكترونية نبدأ باهمها واشهرها واكترها رواجا لفرص تحقيق الرح المدونات بلاكس تقدم المعلومات بشكل يومي او دوري وتعتبر وسيلة رائعة لتبادل الافكار والاراء المواقع الشخصية تستخدم لعرض المعلومات الشخصية او الاحترافية للافراد والمحترفين التجارية تتيح للشركات بيع المنتجات والخدمات عبر الانترنت مما يوفر راحة للمستهلكين المواقع الاجتماعية تسمح بالتفاعل والتواصل بين الافراد والمجتمعات عبر منصات مثل فيسبوك وتويتر تقدم محتوى تعليمي وموارد تعلم عبر الانترنت للطلاب والمهتمين فوائد المواقع الالكترونية اولا توسيع الوصول يمكن للمواقع الالكترونية الوصول الى جمهور عالمي مما يساعد في توسيع نطاق الجمهور والعملاء ثانيا تبسيط الاتصال من خلال توفير وسيلة فعالة وسريعة للتواصل مع الجمهور او العملاء ونقل المعلومات بشكل فوري ثالثا ترويج العلامة التجارية تساعد في بناء هوية العلامة التجارية وتعزيزها من خلال العرض المباشر للمنتجات والخدمات رابعا سهولة التحديث امكانية تحديث المحتوى بشكل مستمر مما يسمح بالتأقلب مع التطورات السريعة في السوق او المجتمع خامسا تحليل الاداء امكانية استخدام ادوات التحليل لقياس اداء الموقع وفهم سلوك الزوار اهمية المواقع الالكترونية اولا التواصل الفعال يمكن الموقع الالكتروني من التواصل المباشر مع الجمهور وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم ثانيا تعزيز الثقة يساعد وجود موقع الالكتروني على بناء ثقة بين العملاء والشركة او الافراد ثالثا الوجود الرقمي يعزز الموقع الالكتروني وجود العلامة التجارية على الانترنت ويسهم في جعلها ملموسة للجمهور الرقمي رابعا الوصول على مدار الساعة يتيح للمستخدمين الوصول الى المعلومات في اي وقت ومن اي مكان مما يزيد من راحة الجمهور خامسا تحقيق الاهداف التسويقية يعتبر الموقع الالكتروني اداة فعالة لتحقيق اهداف التسويق وزيادة المبيعات وفي الختام باختصار الموقع الالكتروني اصبح لا غنى عنه في العاصل الرقمي حيث يلعب دورا حيويا في تسهيل التواصل وتعزيز العلامة التجارية وتحقيق الاهداف التسويقية ان استثمار الوقت والجهد في انشاء وتطوير موقع الالكتروني يعد استثمارا ضروريا للأفراد والمؤسسات الرغبة في التفاعل بفعالية مع الجمهور الرقمي والاستفادة من فوائد الوجود الرقمي ننتقل معا الى نظام ادارة المحتوى في القرن الحادي والعشرين اصبحت جميع يمتلك موقعا الالكترونيا حتى المتاجر والمشاريع التجارية الصغيرة للحفاظ على القدرة التنافسية والتسويق وعرض المنتجات من خلاله والتواصل مع المستخدمين والعملاء وعرض الافكار والمشاريع السابقة وغير ذلك سواء كانت شركة كبيرة او ناشئة مدونا او ناشرة الجميع اليوم لا يستغني ابدا عن وجود موقع الالكتروني لكن اكثر مما يعيق عملية انشاء موقع الالكتروني هي البرمجة وتطوير الموقع واختيار نظام ادارة المحتوى المناسب لتتمكن من ابراز منتجاتك او عرض خدماتك بشكل يليق بما تقدمه من المهم معرفة انه يوجد العديد من انظمة ادارة المحتوى لكن لا يوجد نظام واحد هو الافضل لكافة المواقع فعلى سبيل المثال اذا كان موقعك يتطلب الكثير من الاعمال والوظائف المخصصة فانك ستحتاج الى انشاء نظام ادارة محتوى كامل سيمكن كذلك من انشاء نظام ادارة المحتوى الخاص بك وباحتياجاتك وتطلعاتك وبفقا لما ترسمه تماما لكن على الجانب الاخر فان بعض الانظمة المعدة مسبقا تكون مناسبة في حالات عدم القدرة على صنع نظام ادارة محتوى من الصفر اذا لم تكن على دراية كاملة بتصميم المواقع والبرمجة فانك ستكون بصدد سؤال مهم جدا اي انظمة ادارة المحتوى تناسب شركتي والمحتوى الذي اود نشره فما بين العديد والعديد من انظمة ادارة المحتوى عليك اختيار الانسب لك في هذا الفيديو سنجيب على سؤالك حول افضل نظام ادارة محتوى يمكن استخدامه لموقعك ما هو نظام ادارة المحتوى Content Management System او المعروف باختصار CMS تعمل الحواسيب على انظمة التشغيل وهي لينوكس وويندوز وماك وتعمل هذه الانظمة على ادارة محتوى الحواسيب بالطريقة التي تمكن المستخدم العادي من استخدامها بسهولة وبدون الحاجة الى خبرات برمجية ركز على ذلك وتتكون المواقع الكترونية بشكل عام من مجموعة من الصور والفيديو والنصوص وقواعد البيانات والكود البرمجي والتي تحتاج الى انظمة لادارة محتوى ويطلق عليها برامج ادارة المحتوى بمصطلح Content Management System ان استخدام انظمة ادارة المحتوى CMS يعطي الفرصة للمستخدمين بتصميم موقعهم الكتروني بدون الحاجة الى تعلم لغات البرمجة فهي برامج او قوالب تحتوي على العديد من الخيارات المهيئة والتي تحتاج الى صفر خبرا لبناء موقع واختيار استضافة بالاعتماد على برامج ادارة المحتوى CMS تستطيع انشاء موقع الكتروني احترافي بسهولة وبدون الحاجة كما ذكرت الى خبرة مسبقا وتحكم في موقعك بسهولة واجراء العديد من التغيرات وقت ما تشاء بكل بساطة ما هي المميزات التي يقدمها نظام ادارة المحتوى CMS نظام ادارة المحتوى CMS يقدم العديد من المميزات الخرافية لانشاء المواقع الكترونية بطريقة سهلة وبدون الحاجة الى تعلم لغة برمجية وبالتالي اهم مميزات نظام ادارة المحتوى التحكم في ادارة موقعك بسهولة ومعظم نظم ادارة المحتوى مجانية لا تحتاج لمعرفة باللغات البرمجية تسعين بالمئة من المواقع على الويب تعمل بنفس الانظمة انظمة ادارة المحتوى مفتوحة المصدر open source انشاء موقعك بسهولة بالطريقة التي تناسب احتياج عملك ومع تطور انظمة ادارة المحتوى CMS ساعدت على الحد من فجوة العجز في سوق المواقع الالكترونية والتي تنمو بشكل هائل في الفترة الاخيرة حتى اصبحت جميع الشركات متاحتا على الانترنت واصبح الربح من الانترنت اسهل عبر مواقع الويب تحتوي شبكة الويب على نحو 200 منصة لادارة المحتوى تقدم خدمات انشاء المواقع وتختلف كل منصة عن الاخرى من ناحية ملأمة المنصة لنوع ونيتش المحتوى مثل المواقع الاخبارية او مواقع التجارة الالكترونية ومدونات الشخصية ما هي افضل خمس انظمة ادارة محتوى cms منصة بلوغر منصة وورد بريس منصة شوبي ومنصة جوجل سايت ومنصة جملة وقوفا عند منصة الورد بريس والتي هي محور دورتنا تدريبية اذا كنت تبحث عن افضل منصة لادارة المحتوى يمكن الاعتماد على منصة وورد بريس والتي تستحوذ على نسبة تتراوح ما بين 40% وتصل الى 60% من المواقع المتاحة على الانترنت مميزات منصة وورد بريس هي عبارة عن منصة مجانية بالكابل وتعطيك تحكم كامل في موقعك وتقدم لك مظهر احترافي ايضا لموقعك مناسبة لجميع انواع المواقع الالكترونية مجتمع من المطورين يعمل بشكل مستمر على تحسين المنصة ويعمل بنظام الورد بريس حوالي 54% من اجمال مواقع الانترنت حول العالم يوجد به اكثر من 3000 قالب مجاني يمكن استخدامه يتيح تنوع هذه القوالب الاختيار من بين كافة التصاميم ليتم اختيار الانزب يوفر الورد بريس اكثر من 44000 اضافة ليسهل الاستخدام ويلائم العديد والعديد من الاعمال التجارية لا يتطلب العمل عليه خبرة تذكر في برمجة المواقع او تطويرها فخصائص ورد بريس متنوعة وتناسب المبتدئين والمتقدمين والمتخصصين وايضا ملائم بشكل ممتاز لمحركات البحث وصديق للمستخدم والزائري بشكل كبير وبهذا الشكل يا اصدقائي تكلمنا في هذا اللقاء عن اهمية وفوائد المواقع الكترونية وما هي اشهر منصات منصة ورد بريس لتكون محورنا في هذه الورشة التدريبية دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته